أغرب عشرة قوانين مدرسية موجودة في العالم والتي ستجعلك تهز رأسك عجباً السلام عليكم كل مدرسة لها قواعد مختلفة حول كيفية تعلم طلابها فالأنظمة شديدة التعامل تجعل الطلاب لا يحبون الذهاب إلى المدارس وعلى النقيد الآخر فإن القوانين الفضفاضة تجعل الطلاب يعشقون الذهاب إلى المدارس بمتابعتك لهذا الفيديو ستتعرف على أغرب هذه القوانين الموجودة والتي ستجعلك تهز رأسك بكل تأكيد أولاً الصينيون في المدارس هناك يوجد فصل تام بين البنين والبنات في غرفة الطعام أي الكانتين حتى لا يحدث أي علاقة حب بين البنين والبنات كانتين البنات مختلف تماماً عن كانتين الشباب وفي فترة الاستراحة والأكل يوجد مدرس يراقب الوضع ويرى من سينتهك القوانين ومن ينتهك القانون يكون هناك عقوبة له ثانياً اليابان عند الذهاب والعودة إلى المدارس في اليابان يمنع تماماً لبس أي معطف لأن كل مدرسة لها زيها الخاص بها فيعرف منه الطالب في أي مدرسة يدرس ومن أين يأتي ومن أين يرجع والأمر مختلف تماماً في أندونيسيا فبسبب الجو الحار يحتاج الطلاب إلى ارتداء معطف ليقيهم من أشعة الشمس ثالثاً كوريا في كوريا يعد التعليم الثانوي صعباً جداً فتبلغ عدد ساعات الدراسة هناك ثلاثة عشر ساعة يومياً فيدخلون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءاً مما لا يدع لهم مجالاً للمذاكرة معاً أو الخروج رابعاً فنلندا في فنلندا الدراسة خمس ساعات فقط يتخلى لهم ساعة استراحة مجرد سماع ذلك يظن أنه غير كاف وغريب ولكن ما لا تعلموه إن قلنا أنها تعتبر أفضل دولة في العالم من حيث التعليم وهذا نظام سار في المرحلة الابتدائية وحتى العليا فخمس ساعات تجعل الطالب أكثر تركيزاً وعلى استعداد تام للمذاكرة خامساً لندن في لندن يمنع التثاؤب تماماً داخل الفصول فمن يتثاؤب ثلاث مرات فسوف يتم معاقبته بالخروج من الفصل أو عدم دخول المادة التي تليها إذا تم تطبيق هذا القانون في بلدكم ماذا سيكون الوضع؟ سادساً نيوجرسي في نيوجرسي يوجد قانون لمنع الطلاب من احتضان بعضهم البعض وذلك لتقليل التفاعل الجسدي بينهم ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ أن رئيس مدرسة ماتاون إبردون في المرحلة المتوسطة تايلر بلاك مور قالنا أن جميع الطلاب في مدرسته لن يعودوا قادرين على الاحتضان بعد ظهور عدد من الحوادث السيئة المتعلقة بالتفاعلات البدنية سابعاً الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية تنسي يمنع الطلاب من مسك يدي بعضهم البعض لأنه يعد بداية للرغبة الجنسية هذا القانون قرره مجلس الشيوخ في ولاية تنسي لأن ولاية تنسي بها أعلى معدل للحمل في الولايات المتحدة الأمريكية ثامناً بريطانيا قد يكون من غير الممكن قبوله وليس عقلانياً بعض المدارس في المملكة المتحدة تمنع الطلاب من الحصول على أصدقاء مقربين تحضر المدرسة على الطلاب تكوين صدقات حميمة حتى لا يكون لهم أعداء لأن الزملاء يمكنوا أن يتحولوا إلى أعداء إذا وجد في بلدكم قانون مثل ذلك هل سيذهب أحد للتغليم؟ تاسعاً بنجلاديش في بنجلاديش من يغش من الطلاب سوف يتم حبسه في السجن فالغش داخل الفصول أمر مجرم هناك ومن يفعله يستحق ذلك وهو حكم غريب وعجيب وننتهي بعاشراً إندونيسيا في إندونيسيا يجب على الطلاب ارتداء حذاء أسود وكثير من المدارس تنتبه لهذا الأمر وأيضاً لا يجوز وضع حبل للحذاء له لون آخر غير الأسود في الحقيقة هذا الأمر ليس له أي علاقة بالتغليم ولكن ليكون بشكل رسمي فقط هذه كانت أغرب بعض القوانين المدرسية حول العالم أي من هذه القوانين بالنسبة إليكم تعد الأغرب والأصعب؟ أخبرونا بالتعليقات